تعتبر مدينة شباب 20-30 من أبرز المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب لشباب مملكة البحرين حيث أصبحت من أبرز المشاريع التريبية للشباب لما تتمتع به من قدرة على سقل المواهب والمساعدة في تشكيلها فضلا عن منحهم فرصا تريبية نوعية لتأهيلهم بشكل أكبر وتزويدهم بكل الإمكانيات لإطلاق طاقتهم الأبداعية هذا وأعلنت وزارة شؤون الشباب استمرار فتح باب التسجيل لجميع برامج مدينة شباب 2030 حتى امتلاء المقاعد مدينة شباب 20-30 المدينة النموذجية التي تضم الفئة الشبابية بكافة اهتماماتهم وطموحاتهم وميولهم العلمية والأكاديمية والتي تعتبر من أبرز المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب طيلة السنوات الماضية وكما تعد من أبرز المشاريع التريبية للشباب التي تسهم في سقل المواهب الشبابية وتشكيل الخبرات المهنية والميدانية ومنح الفرصة لتدريبهم وتأهيلهم بشكل أكبر وتمكنهم لإطلاق مهاراتهم الإبداعية وطاقاتهم المفعمة بالحماس من أجل صناعة كوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في التنمية الشاملة لمملكة البحرين وتعتبر مدينة شباب عشرين ثلاثين من المبادرات الشبابية التي تمتلك سمعة متميزة اكتسبتها عبر تخريجها للعديد من النماذج الشبابية التي وجدت طريقها إلى النجاح والإبداع في مختلف المجالات وفي هذه النسخة ستواصل الوزارة تقديم الفرصة التريبية المتميزة لتأهيل الشباب البحرينيين بكل ما يحتاجونه للإبداع والتميز وتوفر المدينة العديد من الفرصة التريبية في نسختها الثانية عشر لتصل إلى 2740 فرصة تريبية في مختلف المجالات كما ستطرح أكثر من مئة برنامج للشباب والناشئة وصممت تلك البرامج بعناية واحترافية لتلبي احتياجاتهم وتنمي مهاراتهم وقدراتهم وتهيئاتهم للدخول في سوق العمل وتنقسم مدينة شباب 2030 إلى خمس مراكز وهي القيادة وريادة العمل الإعلام والترفيه الفنون والثقافة العلوم والتكنولوجيا الرياضة والصحة وسيتم تقديم العديد من البرامج داخل هذه المراكز مع التركيز فيها على المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الجانب التقني والعملي والإبداعي في جميع مجالات مراكز المدينة